اشتركوا في القناة المصريين بيدوبوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده المصريين لما تابعوا حضرة النبي بقوا خفافة دم ليه بقوا خفافة دم لأنهم سمعوا أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى إلا متبسما وحضرته صلى الله عليه وسلم كان يحب أن الواحد يتفاق وذلك المصريين قالوا النبي تبسم إيه اللي حصل للمصريين وليه بقوا عندهم عبوز ويمكن تشاؤم تعالوا نشوف إيه اللي حصل للمصريين اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة الحاس الألمية بتقول إن التشاؤم بيفسد نظام الإنزيمات في جسم الإنسان وكمان بيفسد كيميا المخ وكمان بيخل بالمناعة في جسم الإنسان التشاؤم كله مشاكل وكله أضرار هو في الحقيقة التشاؤم البعض بيعتبروا إن هو نوع من أنواع عدم الاعتراف بعدم المخضرة إن أنا فاشل ما بقدرش أعمل حاجة فبدل ما أقول إن أنا فاشل أقول إيه لا ده في حاجات بتحصل برة هي اللي بتتسبب في فشلي ولو تجنبت الحاجات دياً حنجح بس في الحقيقة في الآخر ما بعملش أي حاجة والتالي لا يصادف أي قدر من النجاح حاجة مشريف أنا عايز بس أسألك شوية شوية أسألة عن هل في يوم بتاعك ممكن تخافي إن اليوم ده تيبقى مش حلو خالص لا تتكلي على الله بتتكلي على الله لكن بسألك هل في يوم من الأيام حصل إن اليوم من بدايته كده كان صعب أه بتأميني إيه في اليوم اللي بيبقى صعب ده يعني بسعيش بالله وبقول الإذكاراتي بقى تتوكل على الله بقى كده طيب لو حصل إن أنت قابلتي حد مش بترتحيله فأول اليوم ده بتحاولي تتخلص من الأثر بيحصل لك عاجب نفسي يدك لما بتقابل بقى لما بقابله بقوله معاوزتين بتقول المعاوزتين لحد ما عادي من قدامه ممكن لو واحد مش عاجبني ممكن هتشاعم منه في حاجة أخذ بالك كده جاية كده كبوس كده هتشاعم منه بره ما لك سوف يأتيك هتشاعم عليك فيه ناس معينة أنا بحطاها في دماغي أما بيكلموني بتشاعم منك موارسات قديمة من زمان يقولك إما بشوف فلان بتشاعم بشاعمش لا ينسى بكل حاجة على الله أنا بتشاعم من البومة بيقولوا اللي هي يعني لما بقف مثلا على بيت بيحصل حاجة نقول للناس بص على اللي بيحصل حواليك ركز شوف الحاجات الوحشة اللي ممكن ترى بالنسبالك تحديات واستعد ليها التخطيط عملية عقلية واستعد ليها واستعد ليها حط كده خطة وخطة بديلة تصور إن لو حصل الموضوع ده هتعمل إيه ولو ما حصلش هتعمل إيه فكل دي عملية عقلية ليس لها أي علاقة بالمشاعر وتطور الأمر في علم الإدارة إلي إن بفيه فرع من العلوم اسمه علم أوتوجينك إن هو التفكير الافتراضي إن نقعد نفكر في كل الحاجات الوحشة كل الحاجات السلبية اللي ممكن تواجهنا نفكر بسي نفكر ونعمل خطة نعمل سيناريو لو حصل كذا هنتصرف إزاي حصل كذا هنتصرف إزاي بحيث إن في أي لحظة تظهر أي مشكلة تكون جاهزين نتعامل معا كل دي عملية عقلية ما بنبقاش شهر يعني عملية عقلية بعيدة عن المشاعر خالص تماما أما التشاؤم هو مش كده خالص التشاؤم هو توقع السيء شعوريا إن أنا عيش الحالة السلبية إن أنا حتخرج مش حلاقي شغل لو هو بيخطط يبدأ إيه يسأل نفسه طب لو تخرجت ما لقيتش شغل أعمل إيه؟ أنا عندي مهارات إيه ممكن أشتغلها؟ طيب لو أنا مثلا أنا عندي مشكلة في الشغل وبشتغل خلاص لو رفدوني هعمل إيه؟ التشاؤم يقعد يزعله ويكتائب لكن أنا بيخطط يقولك أنا هعمل كذا هروح أرجع شغلي مش عارف أشتغل في كذا أنا عندي خبرة في كذا فالفرق ما بين التخطيط والتشاؤم من التخطيط عملية عقلية فيها خطوات التشاؤم عملية شعورية تقفل الواحد ما يفكرش أي من أحد يعني ما حدش يجي برا لنافسه إن بلان بي ده بيخلينا ناس متشأمين لا خالص ده موضوع وده موضوع تاني خالص طول ما الإنسان بيحط خطط وبيشتغل وبيتخيل مشاكل عشان يحل لها هو كده في إطار التخطيط وهو كده شخص إيجاب دكتور محمد في ناس بتدعو إلى المبالغة في الأكستريم بقى في الناحية التانية نقول لهم إيه؟ إن تفاقلوا الحياة حلوة والحياة جميلة وردية نقول لهم أنت بتحبطوا الناس من حياته لا تدروا يعني ده أحد أسباب التشاؤم هو أحد بأس محباط كمان لأن أنا بعلي عنده التوقعات إن الحياة حلوة والحياة جميلة ومفيش مشاكل أنت بس صدق إن مفيش مشاكل عمرك ما هتلاقي مشاكل ده غلط إن الحياة فيها مشاكل فيها متاعب أنا عاوز أقول لك في مشاكل هتقابلك لو سمح تفكر فيها واستعد ليها طب إيه الفرق ما بين اللي بيقول إن فيه مشاكل والمتشائم؟ اللي بيقول إن فيه مشاكل ده شخص واقعي بيتعامل مع دارس الواقع كويس فاهم تحديات الحياة فاهم إزاي حيحصل مشاكل وإن ده طبيعي الحياة عادية عند أي بني آدم ولو مش كده بحاجة مش طبيعية التاني بيحط المشاكل ويرصها فوق بعض ويعمل بينها علاقات عشان يوصل في النهاية إنه باس فيش فايدة قفلت أنا مش مطلوب مني حاجة المتشائم بيقول لنفسه أنا مش مطلوب مني حاجة لأن الدنيا وحشة الشخص اللي بيشتغل على الواقع الواقعي بيشوف الواقع عشان يحله ويتعامل معه إذن المتشائم ده إنسان بيعيش في مشاعره والإنسان الواقعي اللي بيخطط بيعيش بعقله في مفردات حياته بالضبط المتشائم شخص عمال يجمع المشاكل اللي حواليه ويسقطها عدى نفسه عشان يقول للناس ويقول نفسه إنه مفيش فايدة وهي الدنيا كده وحاطف ده كده المتكسر تعلم ما بيتخلعه مش لازم التجربة تكرر نفسها كل مرة ما يمشوف التصيدة فهيوني يترفي الكلامة المتشائم هو إنسان لا يتحضر السود عارض ترجمة نانسي قنقو ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 قضية نخرج بيها من التشاؤم يعني لو حبينا نخرج من جملة الأشياء دي من منطقة التشاؤم ومن الخبرات السلبية اللي داعية للتشاؤم والناس البيئة اللي بتسيطر علينا والمورفات اللي عندنا لو كل واحد حاول انا عايز اشوف بقى انتوا هتعملوا ايه لو كل واحد فينا نحاول يشوف ازاي ممكن نتخلص من التشاؤم ده خلينا اسأل سؤال عام هل التشاؤم ده بينجحنا هل التشاؤم ده بيجيب لنا حاجة ايه ده التشاؤم بيجيب لنا ايه في رأيك اللي التشاؤم ممكن يجيب لنا ايه فشل فشل يعني التشاؤم بلا شك بيفضي الى الفشل او هو فشل قبل ما تبدأ انا عزن التشاؤم ده بتفشل قبل ما نبدأ ايه رأيك مش عارفة فيه ناس بتسأل طبوه التفاقل عمل لنا ايه والله سؤال سؤال واقع هنقول التفاقل عمل لنا ايه لانه هو في الحقيقة صحيح التفاقل عمل لنا ايه احنا في الحقيقة التفاقل عمل لنا ان احنا خلانا مستمرين في الحياة ومحبين للحياة كون التفاقل حافظ لنا على حب الحياة فدي فايدة كبيرة جدا 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 كون التشاؤم خاصة من حياتنا ومنعنا من الحياة دي مصيبة كبيرة جداً حتى لو أن التشاؤم ما وصلناش للفشل التفاؤل جزء من مفهوم حب الحياة وذلك لازم نفهمه بالشكل ده إيه تاني؟ بس يا مولانا ساعت ما هو أنا كنت عارف كده فعلاً أن التشاؤم سلبي بس النفس يعني أنا لا إرادياً الأفكار بتطلع يبقى إحنا لازم وإحنا نتعامل مع التشاؤم لازم نتعامل مع النفس لأن إحنا لو ما دربناش نفسنا لو ما عملناش نفسنا يبقى التشاؤم عيفضل متواغل فينا سعاد بحس إن التشاؤم حاجة بدافع بيها عن نفسي لا يحصل حاجة وحشة فلما تحصل أقول إيه لأن أنا كنت عارفة فأنا بقدر التشاؤم بحس إن المساءل تبقى كده تقريباً المتشاؤم هو إنسان لابس ندارة سودة على طول بالتالي شايف كل حاجة حواليه سودة وطبعاً ده بينعكس على نفسه بيفقد ثقاف نفسه بعد شوية لأن اللي بيخاف من العفريب بيطلع له يعني هو المتشاؤم في النهاية بيفض به إلى الاكتئاب ممكن يفض به إلى الاكتئاب مش اكتئاب طبعاً مع تكرار الفشل نتيجة إنه هو لم يتوقع الخير ممكن ده يخليه يعني مكتئب شوية هل التشاؤم ليه درجات؟ طبعاً طبعاً في ناس متشاؤمين من كل حاجة يعني يعني مجرد إن هو يشوف قطة سودة يتشاؤم يرجع ما يروحش شغر ما ينزلش الشارع فكّرني بواحد كان شاعر بزمان اسمه ابن الرومي كان متشاؤم جداً 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 شاف مرة نخلتين له اسمين لا وطمرة قال لا تمر رح راجع بيتهم لا تمر بالظبط هي زي ما حالي بتقول كده هي قراءة الأحداث والوقاع بشكل سلبي وبالتالي ما تعلمش الدرس في أول موقف سلبي وبالتالي تكرر الفشل وكل ما بيتفشل بيتكرر فشل أكتر كل ما بيقى صعب إن الواحد يتخلص من هزي النظرة مهما نشرح له بقى نقول له يا ابني أنا مبارح شفت عشر قطة سود ومجرد ليش أي حاجة وفيه خمسمائة غراب كان واقف في البيت عندنا ومجرد ليش حاجة إطلاقاً ده ما بيأثرش إلا إذا إن هو هتكون خلاص النظرة السودة تمكنت منه وخلاص مبقيتش وعشان يخرج منها لازم نبدأ معاه نخليه يعمل إنجازات يعني واحد مثلاً رايح يقول محاضرة يعني ده ممكن نقول إيه اللي ممكن يخرج الشخص من فشل لازم نعاوده على الإنجاز نخليه مر بخبرات إنجاز وقاله وبسيطة فلما يمر بخبرات إنجاز شوية يبدأ بقى يصق في نفسه أكتر يبدأ يعني يقبل على الحياة أكتر يبدأ بالتدريج كده يدخل في المواقف اللي هو كان بيخاف منها وهكذا قداما فكرة التشاوم وسعب يبتشاوم من أشخاص معينين صحيح تخيل إن أشخاص دول ممكن يكونوا أقرب أقرباء للإنسان صحيح ممكن يكون أبوه ممكن يكون والده أخوف ولحظة معينة لدرجة إنه هو يعني لو مقبل على مشروع أو عمل وقابل الشخص ده بالصدفة يرجع تاني ما تكملوش يقول لك السفلان ده وان عمري ما شفته وحصل لي خير إيه رأيكم إن إحنا نقول إن إحنا عشان نقدر نخرج من التشاوم مش هنخرج من التشاوم إلى الإكستريم إلى مسألة التفاقل التام إلا هيخلينا نعيش حالمين في اللا لان دي مثلا إيه بقى أنه عنقول بقى؟ عنقول إن إحنا عنطير في حياتنا بجناحين جناح اسمه التفاقل الرشيد طب إيه اللي هيرشده الواقعية؟ فمسلا نقول إن إحنا حياتنا فيها حاجات محتاجة لجهد وحياتنا فيها نجاح وفيها عدم نجاح وده كله محتاج إن إحنا ننظر له فمحتاجين إن إحنا نتفاعل مع هذه الحياة طب نعمل إيه؟ إيه الجناحين؟ الجناح الواقعية والتفاقل واللي تنين دول اسمهم الأمل يبقى إحنا لازم نعيش بأمل يبقى إحنا عنكسر منظومة التشاؤم بالأمل إزاي بالأمل؟ خليك وقعي وخليك في نفس الوقت متفاقل يعني هي خليك وقعي ما ينفعش إن إنت متحسبش الحسابات لكن ما ينفعش تخلي آخر حاجة في الحياة الحسابات لازم يبقى عندك نظرة وتعلق بالله سبحانه وتعالى عشان تقدر تعيش بدا أنا أقول ثلاث إجراءات عشان نقدر نتوازن ونطير بالجناحين دولا إلى أحسن مكان إن شاء الله وأفضل مكان أول حاجة أول إجراءات لو سمحت لو سمحت اعمل حاجة جديدة المتشائم يؤكد تشاؤمه إنه هو طول الوقت بيعمل نفس الحاجة اعمل حاجة جديدة غير مجال العمل اللي أنت بتعمل فيه روح لمكان تاني واسع مجال عملك ده ودوة اللي رسول الله سلم أمر بيه الشخص لما يغضب إنه ويغير من وضعيته أضف إلى حياتك جديدا إذا أردت أن تتخلص من التشاؤم أضف إلى حياتك جديدا بس يكون إضافة ما يكونش شيء بلا هدف أضف إلى حياتك جديدا أمر الثاني أعمل الحاجات اللي أنت معتدت تعملها بشكل مختلف يعني لما تيجي تنظر للأشياء انظر لها بشكل مختلف لما تيجي واحد تشوفه جاي عليك افترض إن الشخص اللي جاي عليك ده عايز يخليك تزداد قوة افترض إن الشخص اللي جاي إن الموروث ده بيقولك جايلك برسالة أكثر عمقا من الرسالة الظاهرة دي لما يتقري القرآن قدامك لما يجي الغروب اسمع اللي وراء صوت الغروب شوف بطريقة أكثر عمقا اللي حاصل ده كمان لازم تكسر المنطق ده فلازم تعمل الحاجة بشكل مختلف عشان تكسر المنطق ده منطق التشاؤم لإن انت طول ما لحاجة رثيبة اللي انت بتعملها كل يوم طول ما التشاؤم عن الكل الحاجة الثالثة ودي حاجة مهمة جدا ولازم نقولها بقى لازم تستشير الخبير لما يوصل التشاؤم إلى حد معين لإن التشاؤم في بعض الأحيان بينتخل من التشاؤم البسيط إلى التشاؤم المركب المرضي فلابد تروح للخبير لما يتلاقي التشاؤم ساد خالص لابد أن تذهب للخبير لكي تتخلص منها ده التشاؤم ثلاث حاجات أضف لحياتك شيء جديد عشان تبقى راجل بيتزود في حياتك اعمل الحاجات المعتادة عليها بشكل مختلف الحاجة الثالثة لو سمحت استشير الخبيرة عندما تحتاج إلى ذلك آخر شيء أنا بقوله لكم وده شيء مهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرا ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا